التبرك هو من وضع البركة والله تبارك هو الذي يبارك الأشياء سبحانه وتعالى الله هو الذي يجعل البركة في الأشياء فيهيب من الله تبارك يجعلها في الشيء جل وعلا فلا نستطيع أن نجدم أن هذا الشيء بركة حتى يعني ينص الرب جل وعلا أو ينص النبي صلى الله عليه وسلم أنه بركة كما قال الله تبارك وتعالى عن الأنبياء بشكل عام قال عن عيسى وجعلني مباركا أينما كنت مثلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل في نواصيها الخير فهي مباركة مثلا شجرة الزيتون مثلا إنها شجرة مباركة مثلا ماء زمزم أنه ماء مبارك وهكذا أن ينص الشارع سواء في الكتاب أو في السنة على أن هذا الشيء فيه بركة هذا الأمر الشيء الثاني أن يرى الإنسان البركة في هذا الشيء